من سعيد الشيني ده عشرة عمر أكتر من عشر سنين فيه إحنا لعبة مع بعض و30 سنة وإحنا مداربين مع بعض كاتب من سعيد من قارب الناس إلي وإلى قلبي يعني دايما بيبقى فيه كده فيه زملات كده في الفرق وإنت وإنت بتلعب لكن كاتب من سعيد له باع كبير قوي في نادي المؤولين العرب هو من المجموعة اللي أنشأت نادي المؤولين العرب من الدرجة الرابعة للدرجة التالتة للدرجة التانية دي الممتاز وكان في الدرجة التانية هو هداف الدرجة التانية دي كلها هو بلعب كاتب من سعيد يمكن ما لعبش في أن ديه كتير وظهر بعد ما خلص الجيش بتاعه وخلص كان في سلاح السعقة وخلص وخدوه المؤولين العرب وضموه للنادي وهي حاجة جميل أولي النادي وتدرج في المناصب لغاية مواصل لكابتن الفريق لكن كابتن سعيد كشخصية من الشخصيات النادرة جدا اللي أنت تحب تعرفها لأن ابن بلد تلاقيه في كل حاجة تلاقيه وبعدين رجولة جوا الملعب وخارج الملعب يمكن أنا أكتر الناس قريب منه كتير قوي حتى في السفريات بره حتى في مصر هنا ما بنسيبش بعض خلص كابتن سعيد حاجة جميلة وشخصية تحب تقعد معاها وتتكلم معاها استفدت منه كتير فدني كتير كابتن سعيد ما بيسيبش حد يكون محتاج أي حاجة كابتن سعيد كان من اللعيبة اللي هو في الملعب ما بيقفش يعني دايما في الملعب حركة دايما يعني يمكن أكتر اتنين كنا متفاهمين مع بعض أنا وهو أنا وسعيد لانا كنت بلعب جناح يمين وبلعب راس حربة وبلعب جناح شمال هو كان بلعب وسط يمين فكان دايما بنتبادل المراكز مع بعض وكنا دايما بإشارة كده مع بعض بنفهم ده مين هيخش جوا مين هيطلع لبرة وكل رفعاته كانت دايما تلاقينا أنا موجود فيها لانا حافظ ونتمرنا لحاجة بنقعد مع بعض يعني احنا كنا ممكن نقعد مع بعض من الساعة 9 الصبح قبل ما يتطبق الاحتراف لغاية الساعة 9 بالليل موجودين في النادي محدش قال لنا عدو احنا بنوع بمزاجنا وبرحتنا فكنا دايما فيه اتفاقات يعني الجنل بتاعي في كاس مصر في النادي الاهلي كان اتفاق بينه وبان سعيد ان انا هخش وهو هيطلع يتلعب له الكورة ياخدها يلعبها لحطها وفعلا حصل اتفاقنا عليها في النادي ونزلنا الملعب طبقناها وحصلت بالحرف فكان فيه لما يكون فيه لعبها مع بعض بيتمتفاهمين وبيسعدوا بعض بتبقى حاجة جميلة قوي وبتدي النجاعة سعيد كان كابتل النادي في المراحل السنية الاولانية يعني من اول مبدأهم سنة 74 لغاية مبطة القورة سنة 84 85 بتاعلي سعيد بطر فسعيد مر بالمراحل ديت كان فيه خط نص معاه جميل جدا يعني كان فيه لعيبة موجودة بتلعب معاه لعيبة عالية جدا كابتل سعيد ربنا يديك الصحة دايما ويوفقك ويوفق أولادك كده يا رب ان شاء الله واتمنى لك دايما الصحة والسعادة وان ربنا يجمعنا على خير دايما ونبقى دايما في وفاء فانت نعم الأخ ونعم الصديق الوفي فانا بتمنى لك كل يتوفيق ربنا يوفقك رب ويكرمك رب هتقول ايه لعبودة بسرعة كابتل عبودة كان من اللعيبة يا كابتل اللعيبة الندرة تحس كده عامل زي اللي كنا بنقوله القطر كان بياخد المدافعين في ضغره وبيكمل وكان هداف هداف نادي المقولين العرب لما جابه كابتل فؤاد خبوه في راس البر خدوه في شقة كده وحطوه لحد ما جابوه منين من اي لان من بالقاس من بالقاس كان مكسر الدنيا وفي الدرجة التانية فخاف اي حد تاني ياخدو اه حطوله اقداري مخصوص وجابوله شقة في راس البر وقعدوه لحد بقى عاوزين بقعدو يدوروا عليه ملقوهوش لحد ما خلصوله الاستغناء ودفعوا الفلوس فتاعة وبعد كده ظهر ظهر بقى عبوه ده بقى كان الفيروت رقم واحد في النادي هو حمد نوح ربنا يديله الصحة والعافية يا ربنا يديله الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر